وخلينا نبدأ بموضوع الطيارة طائرة مصر للطيران رحلة رقم 804 من باريس وإلى القاهرة التي سقطت يوم 19 مايو من هذا العام في البحر المتوسط الساعة 2.30 صباحا وكان على متنها 66 راكبا 40 منهم من المصريين و15 من الفرنسيين والباقي من جنسيات مختلفة آخر معلومات وآخر بيانات صدرت عن تحقيقات اللجنة الفنية للتحقيقات كانت يوم الخميس الماضي حيث أعلنت اللجنة بعد إعلان الطب الشرعي أنه وصلها بيان الطب الشرعي الذي يؤكد وجود بقايا لمتفجرات على جثث الضحايا أو على بقايا جثث الضحايا التي تم طبعا جمعها والتقطها من البحر من أعماق البحر عن طريق السفن الفرنسية التي استأجرتها مصر وكان على متنها خبراء مصريين وفرنسيين ماذا يعني ذلك؟ أولا في الخطوات العملية يعني أن التحقيق بينتقل من اللجنة الفنية لأنيابة العامة إحنا دلوقتي بعد ما كان هناك لجنة فنية اللجنة الفنية دورها أنها تجمع كل التفاصيل سواء من الطب الشرعي بقايا الجثث الصندوق الأسود كل هذه التحليلات الفنية لكن هذه اللجنة ليس دورها أن تحدد سبب أو من هو الجانب اللجنة دورها أنها تجمع كل المعلومات وإذا ما كان هناك أدلة تشير إلى عمل إرهابي أو عمل جنائي تذهب التحقيقات لمرحلة أخرى لمكان آخر وهو النيابة العامة وده تبقى الكلام ده مش قانون مصري فقط ولكن هذا هو قانون دولي مصر ملتزمة فيما يتعلق به حوادث الطائرات وبالتالي المرحلة التالية هي مرحلة النائب العام ومرحلة النيابة العامة وبالفعل أصدر النائب العام النهاردة بيان أعلن فيه أنه تلقى بيان اللجنة الفنية للتحقيقات وده معناها أنه سيبدأ فتح تحقيق وأهم خطوة بالنسبة للفرنسيين أنه سيتم تسلمهم رفات وأشلاء وبقايا أشلاء الجثث من جثث الضحوات من الركاب اللي هم 15 جثة وده كان مطلب فرنسي بقى لهم كتير جدا السفارة الفرنسية والخارجية الفرنسية بتطالب المصريين بأن يسلموا الأشلاء وبقايا جثث ضحايا الطائرة من الفرنسيين لكن كانت مصر بتقول دايما أنها لسه بتنتهي من التحقيقات ولسه التحقيقات لم تنتهي وتحليل الجثث لم ينتهي تبقى للديناي وتفاصيل أخرى ولكن النهاردة أصدر النائب العام بيانه اللي بيؤكد فيه أن الجثث خلاص حيتم تسلمها للفرنسيين برضو ماذا يعني ذلك؟ هل يعني ذلك أنه كانت هناك قنبلة على الطيارة موجودة زرعت في أي مكان من الطائرة؟ خلي بالكم نحن طول الفترة اللي فاتت بتصدر لنا نظرية الدخان وإحنا من أول ما بتدينا انفستيجيشن أو بتدينا نتابع ماذا حدث لهذه الطائرة كل الأصوات اللي صدرت ومعانا آخر تسجيل للكوكبت اللي هو قبل ما وهو بمعدي الأجواء الأوروبية قبل ما يتركها ويدخل فيه المجال الجوي المصري تسجيل عادي جداً ما فيهوش أي حاجة عن وجود دخان لكن ابتدت كل الرادارات تلتقت أنه كان فيه دخان فيه أسفل الطائرة في منطقة الكوكبت أسفل الطائرة نظرية الدخان دي نظرية ما كانتش واضحة هل هي بسبب خلل فني في الطائرة ولا بسبب انفجار ما؟ حتى زي اللحظة يعني كل دي كانت فلو تفتكروا الجرافات دي كنا بنتكلم على يطار الدخان ده هو السبب الذي أدى إلى سقوط الطائرة يعني الدخان خنق البايلوت والكو بايلوت وكل الناس فما قدروش أنهم يتحكموا في الطائرة ولا الدخان ده سببه يعني انفجار ما الآن إحنا عندنا فرضية جديدة وحنتكلم مع المحسادة المحللين في هذا الأمر فرضية جديدة بتقول أن هذا الدخان سببه انفجار وعشان أكون دقيقة علشان ما كونش بقول بس طبق أحداث طبعا بنطرق ده للنيابة وللنائب العام لكن إحنا بنقول أنه هذا الانفجار طبقا لكلام اللجنة الفنية أو طبقا للطب الشرعي هذا اللي وجده أثار مواد متفجرة وحدده نتيانتي على جثث أو بقايا جثث الضحايا ده معناه أنه كان فيه انفجار ما وهذا الانفجار كان قوي بدرجة أنه جثث الناس كان عليها بقايا التيانتي وبقايا المتفجرات طيب إذن هل ده معناه أنه كان فيه قنبلة؟ ومن أين زرعت هذه القنبلة؟ هل خرجت من باريس ولا كانت من مصر؟ على الفكرة لو من مصر ده يبقى يعني حاجة قعدة تسع ساعات مثلا الطيارة على ما طلعت من مصر يعني القنبلة بقى لها تسع ساعات ده بيبقى بقى افتراضية ضعيفة جدا وكل طبعا كده المؤشرات بتذهب إلى باريس ولكن أيضا نحن لا نستطيع أن نحدد ماذا حدث إلا بعد تحقيقات النيابة هيئة السلامة الفرنسية أصدرت بيانا مقتضبا قالت أنه هذه النتائج من الطب الشرعي المصري ليست دليلا على أي شيء وأننا ننتظر باقي التحقيقات